ثالثاً أوراق القبض أو المشكلة المتعلقة بخصم أوراق القبض أو قطعها لدى البنك والمثال التالي يوضح كيفية معالجة خصم أوراق القبض فإذا افترضنا أن منشأة أريج في 1.3.21 قد قامت بخصم ورقة قبض قيمتها 50 ألف ريال مؤرخة في 1.2.21 وتستحق السداد في 1.5.21 أي بعد ثلاثة أشهر ويبلغ معدل الفائدة 12% وقد اشترط البنك أن يخصم هذه الورقة بحق الرجوع مقابل أن يحصل على فائدة قدرها 18% والمطلوب إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات العمليات السابقة الحل من خلال الشكل التالي يمكن تتبع إثبات العمليات السابقة أولا تاريخ الحصول على الورقة في 1.2 وتاريخ خصم الورقة لدى البنك في 1.3 وتاريخ استحقاق الورقة في 1.5 كل ذلك يتطلب عمليات إثبات معينة وعلى ذلك يجب على الشركة أن تثبت يوم 1.2 ويوم 1.3 ويوم 1.5 وهو تاريخ استحقاق الورقة على النحو التالي في يوم 1.2 تاريخ الحصول على الورقة يجعل حساب أوراق القبض مدينة بمبلغ 50 ألف ريال وحساب المدينون دائنا بمبلغ 50 ألف ريال حيث يعتبر المدينون قد قاموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم فيقفل أو يغلق حسابهم بجعلهم دائنون بنفس المبلغ في يوم 1.3 وهو تاريخ خصم الورقة لدى البنك يجرى القيد الآتي إثبات الفوائد المكتسبة حيث أن الشركة تحصل على فوائد قدرها كما ورد في المثال 12% سنويا ففي يوم 1.3 قد مر شهر على هذه الورقة فيتم إثبات المبالغ أو الفوائد المكتسبة عن ذلك الشهر بالقيد الآتي يجعل حساب إيراد الفوائد المستحقة مدينة بمبلغ 500 وحساب إيراد الفوائد دائنا بمبلغ 500 وال500 كما ذكرنا هي عبارة عن الفوائد المكتسبة عن مدة شهر وتم حسابها على النحو التالي القيمة الإسمية للورقة وهي 50 ألف ريال في معدل الفائدة 12% في المدة المكتسبة وهي 1 على 12 كما يتضح من الشكل 2 خصم الورقة لدى البنك في هذه الحالة يتم إجراء القيد الآتي يجعل حساب النقدية مدينة بالمبالغ التي قامت الشركة بتحصيلها من البنك بعد خصم الورقة وقدرها 49.955 ريال وقد تم احتسابها على النحو التالي قيمة الورقة في تاريخ الاستحقاق أي بعد إضافة فوائد الثلاثة أشهر على القيمة الإسمية للورقة مطروحا منها مصاريف الخصم التي أخذها البنك وهي نسبة 18% ثم جعل حساب مصروف الفوائد مدينة بمبلغ 545 ريال وهو عبارة عن الفرق بين القيمة الدفترية للورقة في تاريخ الخصم ناقص النقدية المحصلة من البنك أي مبلغ 50.000 ريال ناقص 49.955 فيكون الناتج 545 وكذلك أيضا يجعل حساب المذكورين دائنا حيث يجعل حساب أوراق القبض المخصومة دائنا بمبلغ 50.000 ريال وهي تمثل القيمة الإسمية للأوراق المخصومة وأيضا يجعل حساب إراد الفوائد المستحقة دائنا بمبلغ 500 ريال أما في تاريخ الاستحقاق في واحد خمسة نواجه بإحدى الحالتين التاليتين الحالة الأولى قيام العميل بسداد ما عليه للبنك إذن في هذه الحالة تقوم المنشأة بإجراء القيد التالي إقفال حسابات أوراق القبض حيث يجعل حساب أوراق القبض المخصومة مدينة بـ 50.000 ريال ويجعل حساب أوراق القبض دائنا بنفس المبلغ أما الحالة الثانية وهي حالة رفض العميل لسداد ما عليه للبنك إذن تقوم المنشأة بعمل القيود التالي أيضا يتم إقفال حساب أوراق القبض بإجراء نفس القيد السابق وهو جعل حساب أوراق القبض المخصومة مدينة وحساب أوراق القبض دائنا بمبلغ 50.000 ريال ثم يتم تحميل العميل بقيمة الأوراق في تاريخ الاستحقاق مضافا إليها كافة المصاريف القضائية وبفرض أن المصاريف القضائية بلغت 125 ريال إذن يجر القيد الآتي بجعل حساب المدينون أو العملاء مدينة بمبلغ 51.625 وحساب البنك دائنا بمبلغ 51.625 ملاحظات على الحل كما ذكرنا تم تحديد قيمة الورقة في تاريخ الاستحقاق على النحو التالي القيمة الإسمية زائد الفوائد المقررة على المدة من تاريخ التحرير حتى تاريخ الاستحقاق على كما ذكرنا 50.000 زائد 50.000 في 12% في 3 على 12 يصبح الناتج 51.500 كما تم احتساب مصاريف الخصم على النحو التالي قيمة الورقة في تاريخ الاستحقاق في معدل الخصم في مدة الخصم أي 51.500 في 18% في 2 على 12 وهي مدة الخصم يصبح الناتج 1545 إذن قيمة النقدية التي تحصل عليها المنشأة من البنك هي عبارة عن ناتج 1 ناقص 2 أي 51.500 ناقص 1545 أيضا مصروف الفوائد تم احتسابه على النحو التالي القيمة الاسمية زائد الفوائد المكتسبة ناقص النقدية المحصلة على البنك أي 50.000 زائد 500 ناقص 49.955 يصبح الناتج 545 ريال